بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وعرض خاص لFTMO لحساب العشر تلاف ما زال مستمر الحقيقة عاملين العرض ده منذ فترة طويلة حساب العشر تلاف عاملين خاص معليه ان انت تشتريه بـ 89 يورو بدلا من 155 يورو تمام فطبعا عرض ممتاز جدا لكن هو هنا بيشترط ان انت لا يكون لديك حساب بعشر تلاف خلي بالك لو كان الموضوع اللي هو الشرط ده مش موجود كنت نصحتك وقلتلك اشتري منهم عشر حسابات كل حساب بعشر تلاف تمام لان عشر حسابات كل حساب بعشر تلاف بـ 890 يورو ده كان هيكون يعني كان هيكون ايه مش فاهم انا بقول ايه بس المهم هيبقى مشروع حلو قوي يعني ان انت عندك عشر حسابات في FTMU كل واحد بعشر تلاف طب خلينا اقولك بس هم عاملين العرض ده ايه احسن تفتكر طبعا انت جاي من عالم اخر فتظن ان شركات التمويل بتعمل الكلام ده يعني ان هي بتحبك لا هم عندهم احصائية وعارفين ان الناس اللي بتشتري الحسابات العشر تلاف بيخسروها اكتر الناس بتخسر في شركات التمويل هم اصحاب الحسابات الصغيرة عشان بس نكون واضحين وصادقين مع الناس حسابات الصغيرة هي اكتر حسابات بتخسر في شركات التمويل تمام الناس تقولك ايه يا سيدي اشتري حساب ب89 يورو هل انت لديك الصبر ان انت تنفذ صفقات بعشرة صنتة وعشرين صنتة ب aconteceu وهنقول بنص دولar تمام اه معندكش الصبر مش هتقدر تنفيذ صفقات علي هذا النحو عشرة صنتة وعشرين صنتة ونص دولار و هتتجنن في عقلك وهتدخل بтора دولار وأربعة دولار انا بقولك لا ما تشتريش الحساب ده لو انت هتدخل بثلاث دولار وربع دولار لو هتدخل بتلاتة دلار اربعة دلار في حساب العشر تلاف انا بقولك لف وارجع تاني ما تدخلش لانك للأسف الشديد هتخسر هذا الحساب لو انت من الناس العقلين فبتدخل يعني بعشرة سنتي وبعشرين سنتي شغل الناس العقلة فبقا هقولك ادخل الموضوع حلو الموضوع حلو قوي مش حلو قوي يعني في العشر تلاف يعني ما تفتكرش وتظن ان انت العشر تلاف هتصل من خلالها للحرية المالية هي العشر تلاف هتوصلك انك تشتري حساب المتين الف فعشان بس ايه اكون واضح وصريح معك العشر تلاف هتخلي لك يعني ايه تعرف تشتري حساب المتين الف وحساب المتين الف ده هو الافضل على الاطلاق في شركة Ftmo حساب المتين الف يعني انت بالنسبة لك الحرية المالية في شركات تمويل تبدأ بشراء حسابين بمتين الف وسكر عليك بابك شتري حسابين بمتين الف وسكر عليك بابك طب تشتري لما تشتري حسابين بمتين الف العقد يبقى بكام يعني ممكن العقد يبقى باربعة دولار ستة دولار تلاتة دولار اتنين دولار في الحدود لما العقد تبقى صغيرة هتلاقي نفسك الامور طيبة هتعرف تعمل متوسطات وتعرف تعمل حاجات كتير خصوصا ان Ftmo لا مشكلة بالنسبة لها في مسألة الهج يعني ممكن تعمل هج هج على حساب واحد مش هج على حسابين تشتري حساب باي وحساب سل الكلام ده مش موجود استراتيجيات علمني العم والنبي احمد ابعد عنها مش موجودة عشان ما يسكروش الحسابين تمام الصفقات المتشافة ابعد عنها بلاش تشترك فيه جروبات التوصيات فتعمل يعني الشغل بتاعك هو نفس الشغل بتاع مايكل هو نفس الشغل بتاع ابراهيم فيسكروا لكم كلكم الحسابات الاكسيبرت هم بيقولوا اللي هو مسموح بي لكن انا بكلبك بقى عن تجاربي الشخصية لما عملنا اكسيبرت قاعد يقول لك المصدر وانت بتمتلك الاكسيبرت واثبت لنا انت بتمتلك الاكسيبرت وكلام من هذا القبيل هيدايقوك في مسألة الاكسيبرت فبلاش تشتغل بالاكسيبرت تشتغل يدوي مفيش اي مشكلة افضل حسابين اا افضل حاجة عزرا انك تشتري حسابين كل حساب بمتين الف في افتي امو دي افضل حاجة طب ليس لديك المال ابدأ الطريق بالعشر تلاف ايه المشكلة تمام اا تقعد معك هي تفرق معك وقت يعني ممكن تقعد حوالي اربع شهور ست شهور على ما تجمع الفلوس الخاصة بالمتين الف من حساب العشر تلاف اا خد وقتك في التقييم التقييم مفيش مدة لا يوجد مدة انت امام كنزة حقيقي لكن للاسف احنا كلنا متعجلين يعني احنا عاوزين الحساب يبقى مول تاني يوم نشتريت الحساب النهاردة تاني يوم يبقى مول او لا اشتغل واحدة واحدة بحيث انت تقدر تشتري حسابين كل حساب الف وتمانين يورو فطبعا الموضوع هيكون ممتاز جدا تمام لكن نبدأ بالعشر تلاف هم عاملين خاصم على العشر تفيرت طيب نمد المسألة الخاصم دي للخمسة وعشرين والخمسين يعني نخلي التلات حسابات فتمو دلت فيهم خاصم او حتى الخمسة وعشرين يعني خلينا العشرة والخمسة وعشرين انت عملت العشرة وناس كتيرة دخلت في العشرة تمام وحتى انت عامل الشرط ده يعني بتقولي لو انت لديك حساب عشرة ما ينفعش اشتري حساب بعشرة طب ليه ليه هتفرق معك في ايه يعني برضو يعني افرد ان انا عايز اشتري خمس حسابات كل حساب بعشرة الاف ايه اللي هيفرق معك اه الصفقات لازم تكون مختلفة يعني كل حساب مستقل بصفقاته ايه المشكلة لكن هو يقولك لا لا اعطي عزيل فرصة للمتاجر ليه لانه بقى هيدخل هنا الدولار ين فالدولار ين يعكس عليه هنا فيروح داخل الفداء في اليورو دولار يعكس عليه يروح داخل الفداء في الدولار فرانك فهم يعمل الهج غير المباشر فهم يعني اسكياء في ذلك يقولك لا احنا نسكر الباب ده بحيث ان هو لو عمل الحركة دي او اكيد حساب هينجح معاه ويبقى مموله في اسرع وقت فلا نسكر المسألة ديت اه لكن الناس ما بتغلبش المتاجرين ما بيغلبوش بيخترعوا حاجات كتيرة جدا تمام فانا حبيت انوه ان فتي ام او الحساب اللي عشر تلاف ده ممتاز جدا تقدر تبدأ بيه لكن السوق فعلا صعب والسوق محتاج الحسابات المتين الف او المتة الف على الاقل لان السوق الحركة فيه حركة عنيفة طبعا الاسبوع ده كان اسبوع هادئ جدا مفيش مشكلة لكن الحركات العنيفة دي محتاجة حساب كبير تمام فالحسابات الصغيرة لو دخلتها يبقى اعمل حسابك لانت هتدخل بعشرين سنت وبتلاتين سنت والكلام الفاضي ده واستحمل استحمل ما ليس امامك غير انك تستحمل لكن هتدخل بتلاتة دلار وبعض دلار فانا بقول لك لا لف وارجع تاني لان الحساب العشرة تلاف ده اه يعني بس اه طبعا ناس سألتني الاربع ايام لا دي الاربع ايام ديت مش معناه لانت هتخلص وتنتهي من التحدي فاربع ايام لا ده هو بقول لك لازم تشتغل اربع ايام المدة مفتوحة بالنسبة لك تمام اه حساب العشرة تلاف فين الحساب العشرة تلاف اه دي حساب العشرة تلاف تمام اه معك خمسمائة دولار التراجع اليومي خمسمائة دولار والتراجع كل الف دولار فطبعا مسألة صعبة مسألة صعبة يعني لو انت دخلت بنص دولار فانت معك 1000 نقط فممكن تدخل بنص دولار انا بقول لك تدخل ب20 سنت و30 سنت عشان هتقدر تدخل على ازواج وعملات مختلفة وهتقدر ايضا تعمل متوسطات سعرية هتشتغل هتعرف تشتغل تمام لكن لما تيجي تدخل بدولار و2 دولار فالمسألة هتبقى صعبة بالنسبة لك ان انت لو عكس عليك السعر انك تزود يعني دخلت ب2 دولار فانت معك 500 فلو عكس عليك 250 نقطة انت قسرت الحساب فلما تيجي تعمل مضاعفة وتشتغل تاني ب2 دولار او 4 دولار تاني خلاص انت بتتكلم في ايه يعني هتدخل ب5 دولار فانت معك 100 نقطة فقط ف100 نقطة سهل جدا ان السوق يضرب عليك وتخسر حسابك تمام لكن لما تدخل ب20 سنت وب30 سنت فالامور طيبة هتاخد معك وقت مش مشكلة المواقق كده كده يعني الزمن ضايع معك يعني الوقت ضايع معك كده كده الوقت هيعدي فوقتي عدي وانا بحقق حاجة احسن مواقق عدي واتديع اموالي تمام ليه انت هتخسر حسابك عشان داخل بمخاطرة عالية وتعمل حساب تاني وتعمل حساب تالت وتعمل حساب رابع طب يبدو الناس الطيبين تدخل يعني بشغل الناس العقلين واحدة واحدة وربنا يصلح الحال فبالتوفيق ان شاء الله ويتلاقي في الديسكريبشن الاكاونت الخاص بي اف تي ام او الموقع الخاص تقدر تدخل شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة